روايع التابعين عليه وسلم لنشرب من يده الشريف تشربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا إنه ولي ذلك والقادر عليه بداية أحبة في الله كل عام أنتم بخير وكل عام أنتم إلى الله أقرب وكل عام أنتم أقرب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبة في الله أنا أكتفي بذكر حديث واحد بس نستقبل بالشهر الكريم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفضت الشياطين ومرضت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أعتقاء من النار وذلك في كل ليلة خوي وحبيبي أخت الفاضلة يا ريت نعتبر أن دي آخر فرصة في عمرنا عشان نخش الجنة وعشان نعتق من النار وقلتلكوا قبل كده لو ربنا عتق رأبنا ولو مر فلن يأسرنا بعد ذلك بالمرة إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم يا رب في الفردوس الأعلى إنه وليه وذلك القادر علينا طبعا أحبة تفلق أبن نبدأ الحلقات لعل بعض إخوان لو حبيبنا اللي تعودوا اللي هما يشوفوني بغطرة مستوربين الشيخ طالع جزائيه ليه يعني هو بيقول دعوة لمقاطعة التبرج وطالع موتا يعني متبرج خلق الغطرة حيا يا جماعة والله يعني العذر شخصي جدا إن الغطرة الحز بتاعها بيبقى رائب ملعين فعملتها حسية فعنية فبأمر من الطبيب إن أنا أخلع الغطرة وخليني بالطاقية وبعدين لنا أرصى بقى في حبيبنا ومشيخنا الكبار الشيخ شعراوي وشيخ كشك ومشيخنا الكبار وقبل ذلك سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم فسنة النبع السلام إما أن يلبس الطاقية أو العمامة فهي أقرب من الغطرة كمان بفضل سبحانه وتعالى وربنا يجمعنا وإياكم على الخير ويوم ربنا يكريمنا أقدر ألبس غطرة هلبسها تاني لكن أنا شايف إن شاء الله كده أفضل إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم على الخير حقيقة عدت أفتكر وأقول نقدم إيه لحبيبنا من إخواننا وأحبابنا من قناة الناس جمهور قناة الناس الحبيب نقدم لهم إيه في رمضان دوت احتارت الحقيقة وقعدت أفكر في أكتر من موضوع ولكن خطر على بالي نحن تكلمنا كتير قوي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعني فعلا يعني تدريس حياة الناس ديت والإلقاء الضوء على المواقف الجميلة اللي عاشوها في حياتهم ده منهج تربية عالي جدا جدا وبفضل الله بيؤثر جدا وبيربي جدا بفضل الله سبحانه وتعالى فقلت طيب نحن تكلمنا كتير عن الصحابة نتكلم بقى عن الجيل اللي بعد الصحابة الأجيال الخيرية الجميلة ديت ولذلك عنوان حلقاتنا السناد إن شاء الله في شهر رمضان المبارك هو روائع التابعين النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصعيحين خيروا الناس قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم فما زلنا في القرون الخيرية الثلاث الأول التي أخبر عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومش معنى كده إن احنا ملناش أي حظ بقى في الخير دوت لا لينا حظ كبير جدا وأكبر دليل على كده حديثين أو تلتة حديث نقول لهم كده في عجالة بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث الأولاني روا مسلم إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام كان بيمر من على المدافن البقية فمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد اشتقت لإخواني فقال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي إنما إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني أجر الواحد منهم بأجر خمسين شهيدا دفر ويتدين سبحان الله يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعتبركم إخوانه صلى الله عليه وسلم وصحابة بيقول أولسنا إخوانك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي إنما إخواني وناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني فاحنا آمنا بك يا رسول الله وما شوف لك شو بنتمنى نشوفك ونلتقي بك يا رسول الله على الحوض الأنور ونشرب من إيدك الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظم أو بعدها أبدا حبيبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث التاني الجميل لدروا أحمد بسندا صحيح طوبة وطوبة دي شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها مئة عام لا يقطعها طوبة لمن رأاني وآمن بي ظلمين دول الصحابة وطوبة ثم طوبة ثم طوبة ده تلات مرات وفي رواية تانية برضو صحيح عند الإمام أحمد وطوبة سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني فقالوا وما طوبة يا رسول الله قال شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها مئة عام لا يقطعها خذ الحديث التالت بعد ما تصلها لحبيبك صلى الله عليه وسلم حديث روات تبراني في الكبير بسندا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم زمان صبر يا سلام هو الزمن اللي احنا عايشين فيه ده إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجل خمسين شهيدا منكم فقال بعض الصحابة من أو منهم يا رسول الله قال بل منكم فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا جميل أوي أوي أخوي وحبيبي ووخت الفاضلة جميل أوي أن أنت تعتز أن أنت بتنتسب لهذه الأمة ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لنبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول Ferrه كما عند أحمد بسناد حسن إنكم تتمون يوم القيامة سبعين أمة أنتم أنتم يا مسلمين أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل حديث التاني لو أحمد بسناد صحيح النبي عليه وسلم بيوضح يا جماعة أن تلتين أهل الجنة من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 20 و100 صف ثمانون منها من أمتي وأربعون من سائر الأمم يعني الأمم كلها من الذين آدم عليه السلام إلى آخر أمة أمة الإسلام سبعين أمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لوحدها تلتين أهل الجنة والتلت الباقي يتوزع على تسعة وستين أمة يا الله وبعد كل ده لسه منتش عارف قدر هذه الأمة الميمونة المباركة وقدر هذا الدين العظيم وقدر الانتساب لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان كده المولى عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة صلى الله عليه وسلم ولذا صح في البخاري قبل من خشبها في أول قصة النهاردة صح عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فاسأله ربه عز وجل يقول يا نوح هل بلغت رسالتك فيقول بلى يا ربي فيسأل المولى عز وجل قوة نوح وهو أعلم سبحانه وتعالى فيقول هل بلغكم نوح رسالته فيقول ما جاء أنا من نذير وما جاء أنا من بشير ما حدش جلنا واشو نشحد فيقول جل وعلا أمتك قد أنكرت يا نوح من يشهد لك فيقول نوح عليه السلام يشهد لي محمد وأمته صلى الله عليه وسلم قال الحبيب محمد فتدعونا فتشهدون وأشهد عليكم فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا الشهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة قبل ما نبدأ في السلسلة المباركة رواع التابعين اعلم أخويا وحبيب أخت الفاضلة وظفتنا في الكون ده كله لنحن نعبد ربنا ونعبد الكون كله لله كما قال ربعي بن عامر لقائد الفرس لقائد جيوش الفرس رستم لما قال لهم من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة حقيقة هتناول موضوع التابعين بلا ترتيب زمن معين وبيلا تفضيل شخصية على شخصية لكن هي حسب توفيق ربنا سبحانه وتعالى هبدأ بشخصية معينة القصة حضرة أوي فنخش في الشخصية اللي بعدها وهكذا عايزين نستشعر قدقي الناس دي تكتف في منتهى العظم والجمال اللي في الكون ده كله لقائنا وأول لقاء لينا في أول يوم رمضان وكل عام وأنتم بخير لقائنا مع التابعي الجليل الربيع ابن خثيم يا سلام أحد الأعلام وأحد الزهاد الثمانية الذين كانوا يشهد لهم بالزهد وكان يقول له ابن مسعود اللي هو أستاذه ومعلمه عبدالله ابن مسعود اللي يعني عايز أقولك بس حاجة قبل ما أقولك ابن مسعود قال إيه لو تخيلت حضرتك لو النبي شافك يطرى يحبك ولا مش يحبك يطرى النبي فعلا هيعتز بيك ويفرح بيك ولا مش يفرح بيك واضح المعنى اللي أنا عايز أقوله لو رأك رسول الله هل يحبك ولا مش يحبك سيدنا ابن مسعود لما شاف الربيع بن خثيم قاله والله يا ربيع والله لو رأك رسول الله لأحبك والربيع ابن خثيم لما ابن مسعود يقولون عنه الكلام ده ابن مسعود هو أعلى من ناس او من أعلى من ناس بما يحبه رسول الله وبما يكرهه فبيقول له لو النبي شافك أنه يحبك يا سبحان الله أنا مش بتخيل يا جماعة لو إن الواحد وقف كده قدام ابن أسود وابن أسود بيقول له عرف والله لو النبي شافك هيحبك لو رأاك رسول الله لا أحبك وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين يا سلام كان سيدنا ربيع بن خثايم كان إذا خرج إلى الأسواق إذا رأاه التجار الناس اللي بيتجروا في الأسواق كانوا يهللون ويكبرون أول ما شفوه لا إله إلا الله أكبر وشو بيفكرهم بالله سبحانه وتعالى ويذكرهم بالله ولذلك كان أحد أصحاب ربيع بن خثايم كان يقول لا والله يا ربيع إذا نظرت في وجهك اكتهدت في طاعة الله شهرا كاملا أول ما شوفك يا ربيع باكتهد في طاعة ربنا شهر كامل ده ربيع بن خثايم طب تعالوا نبدأ الكسة من البداية تعالوا نبدأ الكسة من البداية بس بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم البداية لما عمر بن الخطاب أرسل عبد الله بن مسعود على بيت المال في الكوفة وكتب لأهل الكوفة رسالة جميلة قوي قال لهم والله أو إني والله قد آثرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي فخذوا منه وتعلموا بيقول لهم أنا كان علي أنا ما استغناش عن عبد الله بن مسعود أنا عايز جنبي لكن أنا فضلتكم على نفسي أن أنتم يكون ما بينكم عبد الله بن مسعود ودي شهادة كبيرة قوي لأن فعلا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين لعلكم تعرفوا يعني سمات عمر بن الخطاب لابيعرف يجامل ولابيعرف يقول كلمة من وراء قلبه اللي في قلبه على لسانه كان يصدع بالحق الفاروق الفاروق الذي يعني فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة فاروق الأمة اللي النبي قال عنه كما عند أحمد بسند صحيح إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر وقال عنه لو كان نبي يوم بعدي إلا كان عمر بن الخطاب يعني منقب يا جماعة والله العظيم يعني لا توزيه الدنيا بكل ما فيها أن النبي يقول له لو كان في نبي بعده بأنت يا عمر أنت تكون نبي من بعده لو كان في نبي لكن ما فيش نبي بعده صلى الله عليه وسلم فأول ما وصل عبد الله بن مسعود إلى الكوفة كان ربيع بن خطيم كان من أهل الكوفة فأسرع إلى عبد الله بن مسعود ولازمه وقرب منه قوي ويقدر ربنا زي ما النبي قال الأرواح جنود مجندة فما تعرف منها اقتلف فما تناقر منها اقتلف ابن مسعود لما دخل عليه ربيع بن خطيم حبه جدا وحس كده القربه شديد منه وقربه منه قوي لدرجة أنه لما كان ربيع بن خطيم يبقى قاعد مع عبد الله بن مسعود كان ابن مسعود لا يأذن لأي واحد أن يخش عليه مدام عنده ربيع بن خطيم وأي واحد يحب يخش على ابن مسعود لازم يستأذن إلا ربيع بن خطيم أذن له ابن مسعود أن يدخل عليه بغير إذن إيه المكان الجميلة دي وإيه الحب ده كله يا الله شفت الحب لما بيجمع بين اتنين على طاعة ربنا وعلى طلب العلم والدعوة إلى الله شيء جميل أو ربنا يستعملنا وإياكم في طاعة ربنا سبحانه وتعالى تعالى نشوف صورة جميلة أوي من خوف الربيع بن خطيم وخشاته لله عز وجل كان عنده خوف عجيب جدا من ربنا وكان عنده خشة عجيبة جدا وربنا لقى كده إنما يخشى الله من عباده العلماء كلما زددت علما كلما زددت خشية إن انت فعلا بتبقى يعني حاسس كلما بتدرس وكلما بتتعلم بتعلم مدى عظمة الخالق سبحانه وتعالى ولن تحيط بذلك لكن على الأقل بتكون عارف أكتر من اللي ما يعرفش إنما يخشى الله من عباده قاله علماء واحد اسم عبد الرحمن بن عجلان بيقول في يوم الأيام رحت بيتة عند الربيع بن خطيم فظلت طوال الليل يصلي ويقرأ بآية ولا يغيرها فظل يقرر الآية دي من بعد صلاة الأشاء لحد أدان الفجر قول المولى عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وفظل يقرر الآية دي طول الليل يقراها ويبكي رسالة عظيمة قوي انتو فاكرين ان هنخل الناس الليل ونهار واقعين في المعاصي وبيستحلوا محارم الله زي المؤمنين الصالحين الليل ونهار في عبادة لله ساء ما يحكمون أحد يقرر الآية دي ويبكي حتى الصباح أمك تسأله تقول له يا بنيا ألا تنام يقول له يا أم كيف يستطيع النوم من جن عليه الليل وهو يخشى البيات يعني هجوم الخصوم يعني كأنه عايز أقول لها ده أنا بنتظر الموت يا أمي إزاي أن أنا أآمن ونام طبعا هو كان بينام أكيد يعني بمش إنسان في الدنيا ما بينامش لكن كان نمه قليل جدا كان أغلب وقته قيام ليل وبكاء وقرأت قرآن وذكر لله واستغفاره تسبيح قلوب حية درجة فيهم الأيام اشتد عليه البكاء فأمي بتقول له يا ابني أنت عملت إيه يا ابني أنت عملت جريمة كبيرة ويعني الجريمة دي مكدر عليك حياتك أنت قتلت حد قال لها أيوة بجد يا أمي قتلت طب قتلت مين يا ابني قلت أنا يعني مستعدة روح أقول لأهل القتيل دوت لو شافوا بكاءك يا ابني أكيد هيرحموك قال لها قتلت نفسي بالزنوب والمعاص يا أمي ده ربيع بن أخي سيم اللي بمسعود بيقول له لو رأيك رسول الله لأحبك نهاردة يبقى الراجل يعني سايب الصلاة بقاله سنتين ثلاثة ويقول لك الحمد لله الببيض والفش عيم والحب لله والدنيا جميلة وبنحب الناس وبنحب الخير للناس والحمد لله ضمنين الجنة كده كده دخلين الجنة وده بيقول لك سبحان الله بيقول لها قتلت نفسي بالذنوب والمعاصي أين نحن من خشة الله سبحان الله قال جل وعلا ولي من خاف مقام ربه جنتان وحبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم جعل أو قال أن من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوما لا ظله إلا ظله كما في الصحيحين ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا تخيل أن ربيع بن خثيم من شدة خوفه من ربنا ومن شدة مراقبته لله تخيل عمل عمل عجيب جدا مش معنى كده أنا بقول إن كل واحد يعمل كده بس أنا بقولك هو يعني حس إن قلبه يعني اتغير شوية فحبي يهذب قلبه وحبي إنه يقرب قلبه ويخلي الخوف كده ملازم لقلبه فراح حفر قبر في ديته بيوتها زمان بقى تعرف كان فيه حوش كبير كده فراح حفر قبر في الحوش ونزل في القبر وكلما يحس إن قلبه قيس شوية أو بيعت شوية عن طاعة ربنا أو على الأقل تعلق بالدنيا شوية يروح ينزل للقبر ويقفل على نفس الباب الخشب ده ويفضل جوه لحد دم ما يحس إنه اتخنق والدنيا ظلمة ونفسه فتدي الكتم ويقوم قايل رب يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت وبعدين يفتح باب القبر ويخرج برة شوف الشمس والهوى والجمال والدنيا يقول ها أنت يا نفسي قد عدت مرة أخرى ففعلي صالحا أنت وعدت ربنا إنك لو خرقت لا أو لو خرقت أترجع تعملي صالحا فيا نفس ارجع ربنا بقى وعملي صالحا كما وعدتي سبحان الله في يوم الأيام من شدة عبادة الربيع بن خثيم لله سبحانه وتعالى تواصع عليه مجموعة من الفجار وما أكثر هؤلاء في كل الزمان ومكان يلاقوا إنسان صالح يلاقوا إنسان عارم يلاقوا إنسان فاضل ربنا نافع به على طول يحربوا فيه إعداء النجاح يحربوا فيه نفسهم يدمرون نفسهم يشلون من على وجه الأرض ربنا يعافينا عافيك رب يكفينا شر كل حاقد وكل حاسد فعرفوا أن ربيع بن خثيم ده في العبادة ما شاء الله ليه نهار عبادة فأرادوا أن يفسدوه فراحوا لامرأة بغية من البغاية وقالوا لها هذا ألف دينار قالت علامة ليه يعني تمنوا إيه يعني فقالوا على قبلة واحدة من الربيع بن خثيم فقالت ولكم فوق ذلك أن يزني عيازا بالله خادت الألف دينار ومشت وراحت إيه تعرضت لربيع بن خثيم في خلوتي وتجردت من ملابسها فجرى نحوها الربيع بن خثيم وهو مندفع وهو يبكي ويقول كيف بك يا أمط الله لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل أم كيف بك إن لم تتوب يوم ترمين في الجحيم فولت المرأة تائبة عابدة حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة فقال هؤلاء الفجار أردنا أن تفسد الربيع بن خثيم فأفسدها الربيع علينا الله هم كالملائك في السماء مطهرين رواحع التابعين هم كالملائك في السماء مطهرين شفت القلوب اللي بتحب ربنا شفت الإنسان اللي بيراقب ربنا في كل الصغيرة وكبيرة أحد تلاميذه بيقول صاحبت الربيع بن خثيم عشرين سنة فما سمعت منه إلا كلمة تصعد إليه يصعد الكلمة الطيب إن عمره ما قال كلمة وحشة عمره ما قال كلمة يعتذر عنها عمره ما قال كلمة أنا أشعر إن الكلمة دي ممكن توديه عازم بالله في النار أو توجب عليه غضب ربنا سبحانه وتعالى ولذلك كان من ضمن الأمثلة الجميلة إمكان حاجته لكم مرة في فطفضة كان فيه واحد يسمى أبو بكر المسكي هو ما كانش أصلا اسمه أبو بكر المسكي هو كان اسم أبو بكر في يوم الأيام هو راجع على البيت يعني جا راجع من شغله أو من أي مكان وراح البيت فإذا بمرأة بتقوله أدركني يا رجل يعني كأنها بتقوله ده فيه تعبام في بيتي فيه حاجة فدخل من باب المروء يشوف في إيه فدخل فأغلقت الباب وقالت له أنا ما دعوتك إلا لتقع علي تفعل الفحشة فماذا يصنع قلتلكوا قبل كده حبيبي اللي مش عايز يعصى ربنا فعلا مش يعصى ربنا مهما كانت الضغوط والأزمات قال له طيب ممكن تأزني لي بس أخش يعني أنضف جسم وكده وأخذ يعني أغس الجسم يعني قلتوا تفضل حمامه دخل حمام أعزكم الله وأخذ الغائط تخيل وتخيل يا حضرتك قديه الإنسان فعلا لما يكون مصر أنه يتعرب بنا هيتعرب بنا فأخذ الغائط ودهن بها أو دهن به جسده فلما دهن جسده بالغائط وبعدين خرج لها شمت رائحة قال له ها أنا قد تهيئت لك فقالت لأخرك أنت مجنون فخرج من البيت وهو في قمة السعادة وفرحان قوي رحته صعبة جدا والناس بيبصره ومش مقزة منه لكن هو سعيد أنه معصاش ربنا سبحانه وتعالى راح البيت اختصل مرة اثنين تلاتة عشرة الريحة مش عايزة تروح نامه هو مرتاح وزعلان مرتاح أنه معصاش ربنا وزعلان أنه خايف لما يقوم لصلاة الفجر ريحته تبقى صعبة فالناس ما تتحملش ريحته فيضطر أنه يخرج من المسجد فإذا به ينام فيأتيه آت في المنام ويقول أما إنك فعلت هذا من أجلنا لأنه طيبا نريحك حتى تلقانا فأصبح وجسده يشع منه رائحة المسك فسمي بعد ذلك بأبي بكر المسكي ربيع بن خثام جماعة كان عنده كده والحسابه والله حسيبه كان عنده إخلاص عجيب جدا لله كان يحب دايما عمل السر ما يحبش حد يطلع على عمل أبدا لدرجة أنه كان يفتح المصحف ويقرأ فإذا طرق الباب أي إنسان هيدخل عليه كان يغطي المصحف بأي توب فكاد تسأله أمه ليه بتعمل كده قال حتى لا يراني أحد وأن أقرأ في كتاب الله فظن أنني أتباهى بذلك يظن أن أنا بعمل كده عشان هو يشوفني فمن خوفه من الرياء ومن حبه للإخلاص كان يغطي المصحف لو حد دخل عليه فإذا خرج يزيح الغطاء ويبدأ تاني في قراءة المصحف كان يغشى جدا من الوقوع في أعراض الناس يا جماعة الخير يا مسلمين يا حباب قلبي يعني ما فيش حد وصلت غلاوته في قلوبنا إن إحنا نخش النار عشان خطره إن أنا أعمل حسنات وأعمل خير كتير جدا واروح أديره الحسنات بتاعت على طبق من فضة إن أنا أغتاب دوت واسع بالنميمة بين دهو ده وأكذب على ده وأعمل كذا ليه؟ لزومها إيه؟ سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دولار قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيام ولهو عنده بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته أخذ من سيئتهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار وقلت لك قبل كده وزر المغتاب نفس وزر المستمع أخي وحبيبي خد بالك من حتة ديت في يوم الأيام ساب الفرس بتاعه فتسرق الفرس بتاعه فجاي ابنه بيقوله بيقوله يا أبا تالا قد سرق الفرس فسكت وأطرق إلى الأرض فواحد من العديد في المجلس قال ادعو عليه يا ربيع قال لا بل أدعو له اللهم إن كان غنيا فأقبل بقلبي وإن كان فقيرا فأغنيه تعالي نشوف صفحة بسيطة جدا من كرمه وجودي كان يبعث ابنه يوزع السكر على الناس فإذا سئل عن ذلك يقول الربيع يحب السكر والمولى عز جل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون في يوم الأيام كان موقف حقيق جدا والله العظيم تأثرت بي جدا في يوم الأيام ابنه دخل عليه قال له يا أبتاء لقد صنعت لك أمي حلوة وتعبت من أجلك وتتمنى أن تذوق من هذه الحلوة قال أتيني بها يا غلام يعني عايز أقول له زوجتك اللي أم الولد ده يعني جاي بالك الأكل يا والدي فحلويات كده حلوة تعبت فيها قال له هتها فالولد جاي بالحلوة وفجأة طرق على الباب سائل رجل فقير جدا وفي نفس الوقت رجل معتوه لقد أعزكم الله يعني اللعاب بتاعه نازل على لحيته رجل بسيط جدا وفي نفس الوقت معتوه وعنده شيء في عقله فدخل وأععده ربيع ابنه خثيم فلما ابنه دخل بالحلويات الجميلة ديت قال ضعها أمام السائل فحطها قدام الرجل ده فأخذ يكل الحلويات دي حد ما خلصها كلها ولم يترك قطعة واحدة للربيع ابنه خثيم فابنه قال له يا أبتان أعطيت الحلوة التي تعبت فيها أمي طوال اليوم لهذا رجل السائل المعتوم الذي لا يعلم الحلو من المر ده لو كنت ديته حتة واحدة كان سكت أو لو كنت ديته أي أكل تاني كان رضي فقال له الربيع إن كان هو يا بني لا يعلم الحلو من المر فإن الله يعلم وسيجزيني به يوم القيامة لقد قال جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وزي ما بيقولوا حبيبي لكل بداية نهاية في آخر أيام بربيع ابنه خثيم أصيب بالفالج بالشلل النصفي وجلس في بيتي واعتزل الناس قضى حياته كلها في الذكر قراءة الكرآن والاستغفار والبعد عن المعاصي وتفكير الناس بالله سبحانه وتعالى وفاضت روحه إلى بارئها جل وعلا ومات الربيع ابن خثيم مات الربيع اللي ابن مسعود قال عنه والله لو رأاك رسول الله لأحبك يا ريت ناخد الشعار ده في حياتنا يا طرى لو النبي شافنا هيحبنا كل واحد يبص الحاله ويشوفه وعلى إيه الحالة اللي أنا فيها دلوقتي الوضع اللي أنا فيه دلوقتي أنا وزوجتي وأولادي لو النبي دخل علينا دلوقتي هيبقى فرحان بينا هيحس إن إحنا من أمته واللي هيزعل على أحوالنا وعلى أحوال الناس كتير النهاردة يا طرى لو دخل بيوتنا كمسلمين هيقدر يفرق بين بيت المسلم وبيت غير المسلم يا طرى لو شاب بنات المسلمين في الشارع النهاردة هيقدر يفرق بين البنت المسلمة اللي المفروض تلبس حجابها وبين البنت التانية اللي مش مسلمة اللي مش شام وغير حجاب يا طرى هيعرف الفرق بينهم إزاي حبيبنا صلى الله عليه وسلم محتاجين إن إحنا نستشعر المعنى ده و قلتلك قبل كده لو طرق النبي على بابك هتستقبله ازاي هتستقبل النبي بايه وباي حال النبي عليه السلام كان اخر بسمة ابتسمها في حياته كلها وبعدها مات مباشرة بعد دقايق لما زاح السطارة ولقى ابو بكر بيصلي بالناس والناس خلفه بتصلي وبتبكي فابتسم اخر ابتسام انه فرحان انهم بيصلوا و بيخشعوا لله سبحانه وتعالى افل السطارة هو بيبتسم و قال بل الرفيق الاعلى و فاضت روحه الى بريها صلى الله عليه و آله وسلم قد ايه النبي هيفرح بينا لو عيشنا على طاعة الله و على هدي رسول الله و قد ايه النبي هيحزن و هي تبرأ مننا لو عيشنا على معصية الله و على البعد عن طاعة رسول الله صلى الله وسلم و لذلك الناس هتيجي يوم اليوم عشان تشرب من حوض النبي فتزودهم الملائكة فيقول اصحابي يا رب اصحابي يا رب احبابي يا رب فتقول الملائكة انك لا تدري ما احدث بعدك سبحان الله فاذا بالنبي يتبرأ من هؤلاء و يقول صحقا صحقا و بعدا بعدا لمن بدل و غير ده كان اول حلقة مع الربيع ابن خثيم و الصفحة ما زالت مفتوحة مع روائع التابعين عشان نلتقي بكرة حباب قلبي مع تابعين اخر و نعرف صفحات مضيئة من حياتهم ما اقدرش اجيب القصة كاملة لاني محتاج وقت كبير لكن بجيب و مضات كده من حياته ربنا يجمعنا و اياكم مع التابعين و الصحابة كلنا مع اصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك و صلى الله عن نبينا محمد وعلى آله و صحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته